خلينا أرجع تاني وأقول أنه العلاقات المصرية التركية كانت في حالة سيئة والعلاقات المصرية الإيرانية كانت أيضا في حالة سيئة علاقات مصر بتركيا كانت سيئة لأنه احتضان تركيا للإخوان المسلمين ده باختصار شديد جدا ده كان السبب الرئيسي أول ما تركيا فاطنت إلى ذلك وبعد سنوات ارتأت الإدارة التركية أن ده كان غلط وكان بيساعد على دعم الإرهاب إلخ إلخ وتم التقارب بين مصر وبين تركيا شفنا إحنا اللقاء بين سيد سامح شوكري وبين وزير الخارجية التركية في تركيا ثم في القاهرة والترتيب للقاء يجمع رئيس عبد الفتاح السيسي برئيس تركيا رجب طيب أردوغان لكن عنده انتخابات الحقيقة في شهر مايو القادم وانتخابات صعبة جدا أعتقد أنه التحالف الشعب اللي بيتزعمه أردوغان مع مجموعة من الأحزاب القومية ضد التحالف اللي بيقوده كمال كليشدار أغلو تحالف الأمة يبقى عندي تحالف الشعب تحالف الأمة ويعني الانتخابات أعتقد ست مرشحين سابقين أو جماهريين كلهم بيقفوا وراء كمال كليشدار أغلو يعني زي ما بيقولوا مائدة سوداسية مين اللي هينجع في الانتخابات؟ الانتخابات طبعا مش نزها صعبة لكن أردوغان عنده رصيد خلال الفترات الماضية من حزب العدالة والتنمية بنى الدولة في تركيا والعمل شغل يعني أعتقد أنه ليرا صيد في الشارع التركي لكن انتخابات صعبة جدا جدا لأنه فيه انهيار ليرا التركية أيضا فيه مشاكل اقتصادية فيه تضخم فيه إلى آخره اللي عالم كله بيتأثر بيه لكن في تركيا فيه حدة في الأزمة الاقتصادية قالوا بعد من 2003 لغاية الان شغالين لكنه مع أول أزمة يعني اقتصاد التركي لم يستطيع أنه يواجه الأزمة فده أحد التحديات لأردوغان وحزب العدالة والتنمية أيضا الحزب الشعب الجمهوري وباقي الأحزاب اللي معاه بيقولوا أنه كفاية على حزب العدالة والتنمية 30 سنة حكم كفاية يعني ده كتير جدا وبيقول دون فرصة أن احنا نشغل ونتحرك ويكون فيه لو نجح حزب الشعب الجمهوري أنه كمالك الاجدار يبقى رئيس الدولة هيبقى معها ستة نواب كلهم خبراء يعتقد لكن بلا ايدولوجية يعني ثابت عندنا زي ما الصحف التركيب تقول أنه كمالك الاجدار أغلو لو نجح هيبقى عنده علي باباجان ده خبير اقتصادي كبير جدا هيبقى عنده أحمد داود أغلو اللي هو كان وزير خارجية وكان رئيس دراء مع أردوغان من قبل وفيه حاكم اسطنبول وفيه حاكم أنقرة وفيه يعني مجموعة من الأكرم إمام أغلو ومنصور يا فاش كل الناس دي ناس عندها أرضية في الشارع فبالتالي الانتخابات التركية خلال الفترة القادمة هنتبعها خلال شهر مايو القادم ونشوف 14 مايو في كل الأحوال يعني ده موضوع داخلي بس أنا بنتكلم وبنتابع خبرين مايجري لكن بقول أنه فيه تطور في العلاقة المصرية التركية ماشى بشكل كويس جدا جدا وفقا لما نرى وفقا لأين التصرحات والسيد والزير خارجية في هذا الإطار